السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقات نشوف موقع اسمه بتلي دوت اي اي. ده خاص بالشغل المعماري والانتيريور دزاين. فهتلاقي ادوات كثيرة جدا موجودة داخله. ويقول لك مثلا ممكن اخصص لك حاجة معينة حاجات خاصة مثلا بالليفنج روم حاجات تحاصة بالكيتشن بالوركنج. ده حاجات خاصة بالاكسيريور. عايز تعمل هوسبيتال. طيب عندك برضو ان انت ممكن تدي له حاجة بالشكل دوت. يعني مرسومة بخط الايد او معمول على الكمبيوتر حاجة بسطة خالص ويعمل لك الرندر بالشكل الجميل دوت. ممكن ستايل ستايل ترانسفير. يعني تقول له ان عندي ستايل معين هو يغيره لك الستايل اللي انت عايزه. عندك مسلا عنصر هنا. بدا تقول له انا عايز اغيره الحاجة تانية. تقدر تقول له مسلا عايز اضيف حاجة مسلا جوزه معي انا عايز تعمل له الرندر. طيب خلينا نجرب مسلا مع بعض. وليكن مسلا اكستيريور هوسبيتال. طبعا هو فري محدود يعني بعد فترة يقول لك لو انت عايز امكانيات اكتر لازم تشتري. طيب هو يقول الفكرة ان انت بترفع صورة معينة وتقول له انا عايز مسلا بتعمل لي رندر ليها لشكل معي. ماشي ممكن تختار مسلا شكل زي دوت. تمام هتعمل له اي بقى هتعمل له ري دي زايل. يعني خلي اللي اوت زي ما هو وغير لي الستايل الستايل الجديد. فهقول له ريكست بيقول لي بقى طب ايه الستايل انت عايزة ممكن تديني ستايل معين. ممكن اقول له انا عايزها مودر. يعني انا عندي مسلا الفيلا دي او المبنى دوت. اعايز اخليه مثلا مودر. انا عايز اخليه كلاسيك. اعايز اخليه بالشكل دوت. وتقول له جنريت. اي مبنى عندك تقدر ان انت تدي له اكتر من ستايل. بحيث يعني هتبرر عامل مسلا كذا ستايل وهو يبدأ يختار منه. هو بيسليك وبيديك بعض الجمل كده للجميلة على ما هو يقلص. يقول لك هي الصورة هيت ويوريك الصورة هنا ودي الصورة الصورة الاصلية ودي الصورة الجديدة وطبعا عامل عليها علامة لاتنا احنا في النسخة المجانية. وتقدر تختار اي حاجة من دول لو انت حابب ان تتجرب اللاساليب اللي موجود. وعندك color palette تقدر تغير فيها سبب انت عايز. بتقدر تغير توبرو لو انت عجبك الفكرة او عايز تاخد صور نعمل لها رندر بشكل حلو. ترجمة نانسي قنقر